في الجزء الثالث والأخير من حديث الأستاذ فرهاد عبدالله مدير دائرة التحكيم بالاتحاد السعودي لكود قدم سألنا عن ما هو تعليقك على الانتقادات التي تصل للحكام سواء المحليين أم الأجانب وهل هناك سياسة واضحة للثواب والعقاب لدى لجنة الحكام فيما يخص الحكام الذين يقدمون على بعض الأخطاء في تواجد خدمة أو تقنية الفار لذلك إجابتي بأن الحكام السعوديين لم يحظوا بالفرصة بالتواجد لسنوات الماضية في الدوري الأقوى لذلك نحن أعادنا الحكام السعوديين في السنوات الماضية والذين حكام جيدين ولكنهم بحاجة للتدريبات والتطوير والحكم الذي تقارنه بأنه أخذ ثواني قليلة في مراجعة الفار فأنت تشاهد حكم أخذ ثواني لمراجعة الفار وبعضهم يستغرق خمس دقائق لمراجعة الفار ومن الصعب أحيانا مراجعة اللقطات من زوايا مختلفة أقول مرة أخرى نحن بحاجة للتدريب أكثر لحكم السعودي ودعني ألخص إجابتي بالعودة للوقت الحالي هناك بعض الاختلافات بين الحكام ولكن على مستوى جودة الحكم السعودي فأنا مؤمن بقدرات الحكم السعودي وأنهم سيقدمون أداء جيد وهم يقدمون ذلك الآن وعلينا تقدير ما يقدمونه ولكن للأسف نحن نرى فقط ما يقدم الحكم الدولي الأجنبي ولا نرى ما يقدم الحكم المحلي السعودي وأنت قلت أن هناك حكام جانب يخطؤون ولا أحد يتحدث عن ذلك ولو أخضأ الحكم السعودي سيكون النقاش طويلا وهذا لسعادلا في هذا المنسوق قدمنا مقترح جديد وهو عندما يخطأ الحكم بخطأ كبير ومهم في المباراة كضربة الجزاء واحتساب هدف أو طرد لاعب أو هدف تسلل إذا حصل مثل هذه الأخطاء من الحكم يتم إيقافه من قبلنا لمباراة قادمة أو حسب حجم الخطأ وهذا أمر طبيعي في عمل أي لجنة حكام في العالم طيب الحكم الأجنبي الآن إذا أخطأ هل تكون فيه محاسبة بيرجع مرة ثانية بالتأكيد عندما يخطأ الحكم الأجنبي بقرارات كبيرة ومؤثرة بالتأكيد نسعى لعدم تكرار طلبه للتحكيم ولكن في مثل هذه الظروف من الصعب اختيار الحكم من اتحادات متعددة ولا ننسى أن الحكم الأجانب لديهم مباريات في دولهم ومباريات دولية ولا تتخيل كمية الرفض التي تصنى بسبب ارتباطات الحكم وعملية البحث تستغرق وقتا طويلا الآن لا توجد لدينا مشاكل مالية مع الحكام بخصوص مستحقاتهم هم يأخذون مستحقاتهم بعد نهاية كل جولة وجود الحكم السعودي في كاس العالم يحتاج لإجراءات طويلة لا تستطيع عمل ذلك في سنة واحدة بداية على الحكم السعودي تواجد بشكل قوي في الدور السعودي وتحكيم المباريات الكبرى بالدوري ويحتاجون أن يكونون مقبولون أولا في السعودية وعند تقبلهم في السعودية سيسهل تسويقهم في الاتحاد الأسوي ومن هناك يستطيعون الوصول لمرحلة الفيفا وهذا يتطلب الوقت ونعمل على ذلك ولا أستطيع تحديد موعد ذلك ولكن هذا هو هدفنا بعد نهاية كل جولة نجتمع ونعطي آراءنا لتصحيح قرارات الحكام ووضع الحلول لعدم تكرار الأخطاء ونجتمع مع الحكام كل ثلاثة أسابيع وسياستنا أن الحكم الذي يرتكب خطأ كبير يستبعد من جولة المقبلة شكرا جزيلا إلى اللقاء